في كابل نظمت عشرات النساء مظاهرات أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية ودعت النساء المجتمع الدولي إلى إنقاذ أفغانستان مما قلنا إنها كارثة وإلى عدم التخلي عن الأفغان خصوصا النساء ونددت المتظاهرات بما اعتبرنه صمت العالم تجاه حقوق المرأة الأفغانية من جانبها جددت حكومة طالبان تعهدها بضمان حقوق المرأة في ظل أحكام الشريعة الإسلامية نبقى في كابل حيث أفاد مرسلنا بإصابة ثلاثة أشخاص على الأقل في تفجير وقع في منطقة بروان سهة التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة في المدينة وقال شهود عيان لسكاينيوز عربية إن الانفجار ناجم عن لغم معناطيسي في سيارة للإمام وخطيب مسجد عبد الرحمن في العاصمة الأفغانية نظرح على المشهد الميداني في أفغانستان مع مراسلنا من كابل فضل القاهر قاضي تفضل فضل نعم فضيلة اليوم شهدت العاصمة الأفغانية كابل انفجارا مغناطيسيا ناجم الذي استهدف حقيقة السيارة التابعة لأحد العلماء الدين المشهورين هنا في العاصمة وإمام وخطيب مسجد عبد الرحمن ومعه آر ثلاث أشخاص جرحوا حقيقة في هذا الحادث حسب الشهود عيان هنا في كابل لكن هذا الانفجار أيضا وفق وزارة الداخلية هنا في كابل أكد على هذا الحادث وأنهم قال وزارة الداخلية في حكومة طالبان بينهم سيأخذون هذا الحادث محمل الجد خاصة وأن فضيلة هنا كابل شهدت خلال السبع الماضية انفجارات عنيفة حقيقة وأكثرها حقيقة تبنىها تنظيم داعش الإرهابي لكن حتى الآن في هذا الحادث لم تتبنى أي جهة حتى الآن مسؤولية الحادث طبعا كابل حتى الآن لازلت تتعرض لهجمات عبارة عن عبوات ناسفة أو عبوات مغناطسية أكثر توضع في السيارات شكرا لك فضل القاهر قاضي مراسل سكاينيوز عربية في كابل شكرا لك